أحياناً أبنائنا بيتعرضوا إلى عقبات في حياتهم والعقبات دي بتصحبهم لوقت كبير مطبات في الحياة عقبات بتقابلهم شوية صدمات بتقابلهم في الحياة بتصحبهم لوقت كبير وكمان يعني مش عايزة سميه مرض خلينا نقول حتى المرض بنسميه يصحبه الفيروس الفلاني أو الحاجة الفلانية فبيصحبه بيتكون عنده أنا بسميه بيصحبه إلى وقت مزمن أو أصبح عادة مزمنة أو صدمات مزمنة في الحياة وهو مش عارف دي فين ومنين وكوينت إزاي وجات لي منين وأصلاً مش عارف الصدمة اللي دايماً بتكرر عندي إيه سببها طيب أنا هنا عايزة حط النهاردة إيه دي على السبب وأشوف العلاج وأشوف هي جاي منين ونحاول بالطبطب على قلوبنا نعرف هي جاي منين ونقول اللي جاي منه ناخد بالنا شوية بس طيب بدافع الحب من بابا وماما وقبل ما تكلم في الموضوع عايزين نتفق على الحاجة مفيش حد في الدنيا بيحب الأولاد البنت أو الولد زي بابا وماما ده موضوع مش هنتكلم فيه ومش محتاج أصلاً لنا نتكلم فيه وهو يعني واضح كالشمس في ربعة النهار ومش هنتكلم فيه خالص فده إحنا متفقين عليه ده أصل من اللي إحنا نتفق عليه ثابت اتفقنا؟ طيب أحياناً بدافع الحب الأهل بيشيل له مسئولية أكتر من الأولاد بمعنى أنا النهاردة بيبقى عندي ابن ابني بوديه المدرسة وأجيبه كويس جداً عظيم لكن بيكبر وبيوصل لمرحلة معينة وأفضل أجيبه وأوديه هو والبنت كويس عظيم بس لكن لما وصل لمرحلة أنه هو يقدر يروح وييجي وصل لسن متقدم أو مرحلة متقدمة خليه شوف طريقه خليه يعرف طريق المدرسة مش المدرسة خليه يعرف طريق حياته بجد الطريق مش مختصر على المدرسة أحياناً تاني في اللبس في ترويق القوضة بتاعت ابني وهو رايح المدرسة الصبح خليه روقها هنقول مستعجل عوده أن يقوم ربع ساعة زيادة إحنا كده بنعمل معاه إيه لما نيجي نروق له بالحب وماما طيبة جداً وإحنا هنا جداً مش عايزاني أعمل أي حاجة وبتروق وبتعمل وبتغسل وبتنشر وبتعمل الأكل وبتشتغل وبتنزل تجيب الحاجة الله يكون فعون الأمهات والله يكون فعون الأباء كل ده بالحب أنا عارف والله بس في حاجة مهمة جداً يا جماعة عايزين يتكلم فيها بجد والله حب ابني أو حب أنا لابني وحب ماما لابنها أكتر من لازم هتقعد ترويق له وتعمله والله هيخش على مرحلة الاتكالية بدون ما حضرتك تقصدي يا هانم يا أم فضلة بدون ما حضرتك تقصدي هو هيخش على مرحلة الاتكالية الاتكالية بتعمل معا ايه؟ بيفضل يتعود عليه يتعود عليه يتعود عليه في كل سنة 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 الغات ما كبر وروح بيت مين؟ بيته حاجة زوجية هو بيحمل هنا على مين؟ على زوجته زوجته بتودي الولاد المدرسة وبتروق له وبتعمل وبتساوي بتعمل مهام ما لهاش لأول ولا آخر هو هنا بيبقى عبقى على الزوجة ومحدش أخد باله والزوجة عشان محترمة سكتة بس هي عليها الضغط جامد ومش قادرة الإنسان ما فيش قتقل منه كلنا عارفين كده وما تقوليش الحب لو فيه حب بجاب نحافظ عليه لو فيه حب منجيش على بعض لو فيه حب منتقلش على بعض لو فيه حب خلينا لو فيه حاجة بيسموها كده بلغة أهلينة اللي هم بوساط خالص في القرى وكده بيقولك مش عارف الشنطة اللي مودنين أو حاجة زي كده يشيلوها اتنين اه القفة المودنين ايوه شكرا يوسطي القفة المودنين بيشيلوها اتنين اتفقنا فلما الحملة يتوزع علي وعليك الدنيا بتبقى كويسة لأنت بتحس يعني لو فرض عن القفة دي ولا الشنطة دي فيها عشرة كيلو أنا بشيل خمسة وحدك بتشيل خمسة لأنت حسيت بشقة ولا أنا حسيت بشقة فخلينا نقول محتاجين جدا ان احنا موصلهمش لمرحلة الاتكالية طيب مسألة الملابس هنقول لأ ما هي الملابس سابتة هو راح المدرسة لأ ممكن نكون راحين خروجة تانية ونفتح الدولة بقول له خد البس ده لأ لو هو عنده طقمين يقدر يلبسهم متاح للمناسبة دي سيبه هو يختار سيبه هو على فكرة الموضوع مش في الملابس والله أنا بتكلم كلام عميق دايما ويمكن انتوا عارفين كده الموضوع مش في الملابس الموضوع في اختيار شكل حياته في الموضوع في اختيار الصورة اللي هو شايفها مناسبة لي الموضوع في اتخاذ القرار سيبه ياخد قرار مرة يحتار والمرة اللي بعديها ياخد قرار والمرة اللي بعديها يختار وياخد قرار وهو واثق في نفسه فخلينا نديهم بجد المساحة والحب الزيادة يعني خلينا ناخد بالنا منه علشان ما يأثر شيء عليهم طيب لو جينا نتكلم على تحدي التاني أو العقبة التانية اللي بتواجههم تحدي التاني هو نظرية الطبع أو الاستنساخ أنا كبابا أو أنا كاب لازم أفهم المكنة بتاعة الطباعة البرينت أو بتاع الاستنساخ ابني مش حتة ورقة يا جماعة هدخل الورقة من ناحية دي هيطلع من ناحية التانية السوء تبقى الأصل مني يعني ايه الكلام دا؟ أنا أقول لك يعني الكلام دا أنا دلوقتي إنسان رحت توجهت وقلت أناسب ناس كويسين فرديوا أنهم يدوني بنتهم ابني جي منين؟ متكون مني ومنها لازم وضروري جدا أعرف أن ابني مش بس ابني ابني وابنها يعني ايه الكلام دا؟ يعني هو وارد أن يكون واخد جيناتي وارد أن يكون واخد جيناتها وارد أن يكون واخد جزء مني أنا وهي ورد ما ياخدش جيناتنا خالص ممكن ياخد جينات العم أو الخال أو الجد أو ننة صح أو لا؟ فده شيء المفروض أنا أتفهمه كويس جدا وكمان في حاجة مهمة كمان لو جينا نضرب مثل وقعي وقعي فقل بالبيت بتاع حضرتك فردنا أنت ليك ثلاث أولاد لما تيجي تحطهم جنب بعض وتبصوا لهم كده بتركيز هتبص تلاقي واحد تحصيل مختلف عن التاني طب هما كلهم ولادك والتاني عنده مهارة غير التالت وواحد منهم عنده ملكة معينة غيرهم وييجي الأولاني عنده شغف غيرهم واحد عنده ميقول غير الاتنين التانيين الموضوع كده طب هما الاتنين أولادك أو هما عفوا ان التلاتة أولادك صح أو لا؟ فهنا دليل حي من قلب بيوتنا ربنا قال فيها إيه؟ وفي أنفسكم أفلع تبصرون؟ أكيد بنبصر بس محتاجين عقل يعي فإحنا النهاردة بنساعد نفسنا إن إحنا نعي علشان نوصل لأولادنا فهم فلذة كابدنا نتوصلهم لأحسن حاجة اتفقنا؟ طيب كمان في مثل كمان حي وكلنا عارفينه مين لخلق الكون ومين لخلق الأدمية ومين لخلق الإنسانية كلها منذ بدء الخليقة؟ ربنا ربنا خلقني وخلق فلان وخلق الدنيا كلها ربنا لما خلقنا كلنا قدراتنا متفاوتة وكلنا شخصيات متفاوتة في الطباع وفي الصفات وفي حاجات كتيرة جدا فهنا إحنا محتاجين نتفهم ده كويس فسيب ابنك لاتجاهه ينفع نفسه وينفعك وكمان يعني ما يواجهش أي عقبات في حياته بجد بجد والله الولاد بيصابوا علي وكل ده بدافع الحب طيب لو جينا نقول التحدي الثالث التحدي الثالث عدم الأباء أو عدم الأمان من الأباء عدم الأباء عدم الأمان من الأباء وأنا برة بابا يجي يقول لي أنت كنت في المدرسة في حد ضربك؟ طيب وأنا راجع من عند خاله أو خالته في حد قالك كلمة مش هي وأنا راجع من نادي في حد يتعرض لك وأنا راجع من الشارع كأن الدنيا دي غابة وكأن أن لازم حد يتعرض لي وكأن لازم أضرب وكأن لازم حد يهني ده غلط جدا وبيصور للولد أنه هو فيه لازم الحياة يبقى بالشكل ده طيب أنا هنا بحاول أن أنا عالجي للحتة دي الحتة دي أنا عالجها إزاي؟ الحتة دي أنا بما يكلم ابني وأسأله أسأله وأنا ملامحي فابتة أسأله وأنا مش بوجهه اللي هي الأسئلة الإحاقية عشان يديني إجابة معينة أنا عايزها لا وكمان في حاجات ما صحش أسأله عليها ليه؟ لأنه هو دخل بيت فمنفعش أن أنا أسأله أنت شفت إيه؟ خليك آمين عن البيت بشكل شفت حاجة سلبية حاجة أجابية منفعش أننا نسأل فيها فنسيبه للواقع وليس التوقع لو هو يحكي لك ماشي لو هو مش يحكي لك خلاص يمكن أمر ما يحبش يحكيه طيب في هنا كمان أنا لما كنت صغير أضرب لكم مثل أنا لما كنت صغير بابا كان خارج وقال لي تعال معايا قعدني في العربية ودور العربية على ما تسخن وقال لي أقعد هنا ما تحركش ودخل يجيب حاجة ويجي ساعتها بابا رجع تاني فبيسألني هو تقريبا لقى النور كده منور أو مطفي في الدشبول اللي هو الطابلو فقال لي وانت شغلت المحرك وطفيته تاني أو بطلت دورت المحرك وطفيته وبطلته شغلته وبطلته فأنا بصيت كده دماغي سرحت لبعيد جدا ليه أنا جاوبت لساني جاوبت بابا بلساني قلت له لأ فعلا لأ بس أنا بقى لي شارت في حتة تانية خالص إيه هي واو ده معناه أن أنا ممكن أدور المحرك ممكن أشغل العربية دي حاجة والحاجة التانية بابا بيسألني برقفة وبابا بيسألني مش بقساوة ولا حاجة فممكن بابا ما أعمليش حاجة لو أنا عملت كده فجماعة وإحنا صغيرين الرسالة هنا وإحنا صغيرين بنكون حاجات وبنطلعها في الوقت المناسب فكده أنا باخد فكرة عن الدنيا أن الدنيا بالشكل ده مش حلوة كمان الطفل ده أو فيه خلينا ناخد تحدي على طول التحدي كمان عامل الأمان من الأباء عامل الأمان أو خلينا ناخد موضوع عشان كده الوقت أزف الصلابة في المشاعر أحيانا ابني يجي يقعد على رجلي فنقول له استرجل يا ولد وخليك راجل كده وما تقعدش أنا هنا بودي لصلابة المشاعر فصلابة المشاعر دي غلط جدا ممكن يكون بيشتكيلي من حاجة ويجي يبكي على كتفي فبعدها لو أنا ما عملتش معاه كده هيدور على ده فين مع الكابتن ومع المدرس وهيبقى فيه مقارنة بين أصحاب والد أصدقائه أو والد أصحابه فللأسف هنا إحنا مش بنحتويه وبيطلع يعمل كده كمان مع أولاده فخلينا ما نعرضوش للمسألة دي ولو جينا ناخد حاجة بسرعة المال ساعات بنديهم مال ساعات بنديهم مال كتير جدا علشان أبقى كريم معاه علشان يجيب اللي هو عايزه وعشان يعمل كل حاجة وعشان يبقى مبسوط بين أصحابه وعشان يرفع رأسه أصحابه بيتلموا حوالي سوري اللي هقولها اللي ما كدابة أول ما يحصل معاه موقف بيسبوه الولد هنا بيتعرض لإيه لقساوة المجتمع بيتعرض للعلاقات اللي ممكن يقابلها في حياته ويقول عنده شبح الهجر عنده شبح العلاقات المنقطعة هيجي بعد كده يقول أنا ممكن أي حد يروح مني قد الوقت ممكن حتى خطبتي لو أنا اتخطبت أو اتجوز لو أنا خطبت أو اتجوز هتسيبني في أي لحظة عنده شبح ده قدامه فما عندهش أمان لأي حد يفضل في محيطه إحنا بنسبب له ده بدافع الحب وللأسف يعني وقت حلقتنا خلص وإن شاء الله نكمل في الحلقة الجاية وبشكركم على طيب المتابعة وتابعونا على الفيسبوك على صفحتنا رسالة حياة وعلى الواتساب لو فيه استشارات وساعت بلقاكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة